النهار ده رئيس جمهوريتنا السيد عبد الفتاح السيسي اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لإيه؟ للتخطيط العمراني وست اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلح طيب ليه؟ الاجتماع ده بقى كان عشان الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية واطلع فخامة الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة خصوصا مركز مصر الثقافي الإسلامي والتصميمات الهندسية للجدريات والقاعات اللي فيه وطبعا مسجد مصر وما يضم من قاعات ضخمة مهيبة كمان عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الأخرى في العاصمة الإدارية الجديدة وخصوصا مدينة الخيول العالمية وحديقة الحيوانات اللي هتضاهي أرقى الحدائق المماثلة على مستوى العالم كمان شبكة الطرق والمحاور المؤدية للعاصمة الجديدة ووجه الرئيس بتطبيق التصميمات الهندسية إنها تبقى إيه بقى؟ فيها ثراء ورقي فن علشان كمان المداخل تبقى متنسقة ومتنغمة مع فلسفة العاصمة الإدارية الجديدة نومور عشوائية لا مزيد من العشوائيات العشوائية مش مجرد إنه يبقى بيت فقير ولا مبني بخمات رخيصة العشوائية حتى في الشكل فروق الارتفاعات والأطوال والأحجام واللخبطة وده هنا مفيش شجرة وهنا فيه مش عارف إيه وهنا صحرة وهنا مش عارف كل حاجة متنظمة العاصمة الجديدة اللي هيجي يوم وهنروحها وهنعيش فيها وهتبقى حياتنا موجودة فيها هتبقى حاجة تانية وأنا قلتها لكم مرة وراجعوا ورايا العاصمة دي لو ما بقتش أحلى بالتعبير مش المجازي بالتعبير الحقيقي والواقعي لمفاهيم المدن اللي فيها ناطحات السحاب والمباني البراقة ومنتهى التكنولوجيا اللي بتشغل لو ما بقتش أحلى من نيويورك والناس محبي دبي أصدقائنا طبعا لمرطين حبيبنا يعني لكن ولو ما بقتش أحلى من دبي ما بقى شنة وهتشوف